موسيقى ووزارة الصحة هي دائما تعنى بالجائحة ومستجداتها وما زالت نسب الشفاء تتزايد حسب تقرير السيد وزير الصحة ونسب الإماتة تتراجع حتى الآن وإن كانت بعض الدول تشهد تصاعد في الإصابات عموما والإصابات في السلالات الجديدة لفيروس كورونا لكن العراق الحمد لله حتى الآن نحن في وضع نستطيع القول أنه جيد نسبيا بالنسبة للدول الأخرى أعتقد هذا يعكس جدية وزارة الصحة في إجراءاتها في دعم النظام الصحي وأيضا في مسألة البنى التحتية كثير من المراكز الصحية كما تعلمون وكما هو موجود في التقارير فتحت في هذه الفترة وما زالت أيضا تفتتاح الأمر الأساسي أيضا في هذا الموضوع يعني نحن في الحكومة نهيب بالمواطنين أن يعتمدوا المعلومات من وزارة الصحة هي الجهة المعنية في تزويد المواطنين بما يستجد خاصة بموضوع جائحة كورونا ولا نركن إلى بعض التقارير التي تحاول أن تبث الرعب في نفوس المواطنين هذه مسألة أساسية أن نرجو من الصحفيين والإعلاميين أن يؤكدوا على ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الأصلية تنوعت النقاشات في أشياء كثيرة بعضها مهم وبعضها ربما ستطلعون عليه في التقارير الإعلامية للمكتب دعوني أبدأ بأشياء تتعلق بوزارة الاتصالات مثلا مجلس الوزراء اتخذ قرارا بإعفاء المواطنين من دفع رسوم على الطرود البريدية وكذلك تصفير مبلغ رسم الطابع الخاص بالحملة الوطنية وهناك تطبيق الآن يتيح للمواطنين تتبع طرودهم البريدية وأعتقد هذا نوع من تسهيل مهمات البريد البريد إن شاء الله تسمعون أخبار طيبة عنه في القريب العاجل فيما يتعلق بتطوير أدائه وزارة الصناعة هنا قرار أساسي ومهم تم نقاشه في مجلس الوزراء يتعلق بدعم القطاع الصناعي المحلي تحديداً العام والخاص سواء بسواء هذا الدعم حظي به وتعلمون أن هناك حملة في دعم المنتج المحلي حملة صنعة في العراق نوع من تأكيد الهوية الصناعية الوطنية هذا التعبير آمل منكم أن يشيع بين العراقيين يجب أن يكون هناك هوية صناعية وطنية للعراق تبدأ الآن بإجراءات حثيثة وجدية وحقيقية وإذا صوت مجلس الوزراء على قرار يدعم هذا القطاع الصناعي بشقيه العام والخاص ويمنحه الأولوية في المنافسة وتجهيز مؤسسات الدولة بمنتجاته الصناعية بنسبة تفضيل مقدارها 10% هذا الموضوع أعتقد أساسي ومهم يخص صناعتنا الوطنية الشيء الأخير الذي أود أن أسلط الضوء عليه هو جدية موضوع الانتخابات بالنسبة للحكومة يعني لا يخلو مجلس واجتماع من هذه القضية أنا أعلم أن هناك موضوعات أساسية أخرى كالموازنة وغيرها لكن الانتخابات الحكومة تعمل بحس أنها على الأبواب ولذلك هي تعجل وتسارع للتخاذ إجراءات كما قلت سابقا في مؤتمرات صحفية تبرم الآن اتفاقيات تعاون بين المفوضية المستقلة للانتخابات والوزارات كافة وحتى الحيئات غير المرتبطة بوزارة اليوم مجلس الوزراء صوت على عد بطاقة الناخب البايومترية طويلة الأمد واحدة من المستمسكات الرسمية المعتمدة في دوائر الدولة وكذلك هناك نوع من الإجراء الذي يتعلق بالموظفين على الموظفين جميعهم في مؤسسات الدولة لأن يسارعوا إلى تحديث بياناتهم البايومترية بل قرر مجلس الوزراء أن يمنح الموظفين مدة ستين يوما لإجراء هذا هذا نوع من منح الانطباع للمواطنين كافة وللموظفين على وجه الخصوص بأن هذه المسألة الأساسية وعلى الأقل الموظفون عندنا بالملايين في الدولة العراقية عليهم أن يحدثوا هذه البيانات تمهيدا لاستصدار بطاقة الناخب لأن تعلمون أن الانتخابات أول إجراءاتها الأساسية هو تحقيق هذا الأمر أن يحصل المواطن العراقي على بطاقة الناخب هذه البطاقة هي نوع وشروع في المشاركة وتشجيع عليها وتعلمون أن كلما كبر حجم المشاركة في الانتخابات كلما كان هناك صياغة وإسهام للمواطنين في حكومتهم وفي اختيارها الحكومة عازمة على اتخاذ إجراءات غير هذا القرار أيضا تشجع المواطنين على المشاركة وتحارب نزعة الانحسار في المشاركة في الانتخابات لكي يكون هناك وعي جديد بالانتخابات وصياغة جديدة للحكومة وصياغة جديدة للقطاع التشريعي أيضا في مجلس النوار هذه المسألة سنكررها ونؤكدها مرارا وتكرارا في المؤتمرات الصحفية والإعلامية شكرا جزيلا لكم وأستمع إلى أسئلتكم السلام عليكم دكتور وليد إبراهيم الجزيرة أسأل جنابك دكتور على القرار الذي اتخذته وزارة الخزانة الأمريكية ضد رئيس هيئة الحاج الشابي في السيد فالح الفياب ما هو المعيار أو كيف ستتعامل الحكومة العراقية مع هذا القرار خاصة أنه هو القرار الأول الذي يصل إلى حد التعاطي مع شخصية حكومية تحتل مركزا حكوميا رفيعا جدا كيف ستتعاطي الحكومة العراقية مع هذا القرار في السياق الرسمي هناك مؤسسة تعبر عن وجهة نظر الحكومة وهي وزارة الخارجية التي أصدرت بيانها الواضح في استغرابها من مثل هذه القرارات وليس هذا القرار فقط وزارة الخارجية تعنى جديا بمتابعة كل القرارات التي تصدر من الخزانة الأمريكية أو من غيرها فيما يتعلق بأشخاص أو مؤسسات في بلدنا وتحاول معالجتها بطرقها الدبلوماسية أعتقد هذا أمر سياسي دبلوماسي من اختصاص وزارة الخارجية وبيانت في بيانها طريقة العراق في التعاطي مع مثل هذه الأمور وبالإجمال ليست فقط وزارة الخارجية الحكومة العراقية كلها في هذه المرحلة وقلت ذلك سابقا لا تميل إلى التصعيد لا مع المؤسسات خارج البلد ولا في داخله لا مع الأفراد ولا الأشخاص كما وصفتها سابقا هي حكومة صبر وحكمة مساء الخير دكتور عباس ناعم وراس القناة العراقية الإخبارية من شبك الإعلام العراقي كمجلس وزارة يعني ما هو الجديد في تطورات الموازنة الاتحادية خاصة ما يتعلق بالاستقطاعات الضريبية وتطبيق القرار 315 وخاصة هناك أمام مجلس النواب العراقي أو اللجنة المالية بعدم وجود سيولة لتطبيق هذا القرار والأمر مرهون بالحكومة العراقية شكرا جزيلا يعني الأخبار تأتي من كل حدب وصوب عن الموازنة ما لدى الحكومة قالته في الموازنة نفسها وفي نقاشاتها وقد بينا ذلك سابقا رؤية الحكومة هي هذه الموازنة التي قلناها موازنة أخذ ضرائب على الراتب الإجمالي لا تتعدى لي الرواتب التي تتجاوز الخمسمائة وخمسمائة الأولى كما وضحنا غير مشمولة خمسمائة ثانية خمسة بالمئة الثالثة خمسة بالمئة أيضا بهذا المقدار هي الضرائب الموجودة والضرائب الكبرى كما وضحنا أيضا سابقا فرضت على درجات الخاصة وعلى الرئاسات وعلى غير ذلك إذن وجهة نظر الحكومة في موازنتها لا تتحدث عن استقطاعات وغير ذلك نحن نقول دائما هذه موازنة إصلاحية مبنية على ورقة إصلاحية على بحث إصلاحي الموازنة تطرقت لذلك بالتفصيل فيما تعلق بالتعيينات والعقود حسب تحسن الحال وحسب النقاش الذي سيكون مع مجلس النواب سيكون هناك قرار بات وقاطع هذه الموازنة هي افتراض مقدم لمجلس النواب يخضع للمناقشة والتداول وإن شاء الله تحسن الحال في أوضاعنا الاقتصادية هو الذي سيفرض نفسه في تغييرات في الموازن كيف ترى الحكومة العراقية إدارة بايدين بتسمية أشخاص لإدارة الملف العراقي أولا ثاني هل هناك اتصالات مع الإدارة الجديدة وشكرا سؤال مهم في هذه الأيام مع مجيء الحكومة الجديدة في هذه الفترة بالذات وحسم الموضوع في الانتخابات الأمريكية الأمريكيون منخرطون في أوضاع العراق كما تعلمون ولهم خبراؤهم أعتقد ما عينه الرئيس بايدن مؤخرا هو خبير معروف في أوضاع العراق وتوقعي الخاص انخراط في الحكومة العراقية وأوضاع العراق تاريخيا واقتصاديا يرقيه إلى مستوى الخبير والمعروف في بلدنا ولا أعتقد أن هناك اعتراضات أو نوع مما يعيق عملية التفاهم ومضي الدبلوماسية العراقية في التعامل معه السلام عليكم عمر ريشان وكالة نينة الأنباء عطفا على جوابك سيادة الناتق بخصوص الموازنة هل الحكومة مستعدة لتقبل أي اعتراضات أو أي تفاصيل يضيف البلمان أو يهذف من الموازنة الإصلاحية اللي كما اسمعتها الخاصة من مجلس النواب هل أن الوزراء من أجل إقرار سريع لموازنة سيذهبون إلى مجلس النواب بجيء مناقشة تفصيلية لبعض فقراتها شكرا جزيلا شكرا على سؤالك هذا يعني نحن فرصة أصلة الضوء على وضع الوزراء والحكومة أجمالا في النقاشات يعني يسألوني هل تتقبل الحكومة نعم بالتأكيد تتقبل الموازنة نفسها حينما ناقشناها في مجلس الوزراء لا تعتقدوا بأنها كانت نقاشات سهلة وأننا متفقون سلفا على كل شيء ولذلك حينما حدد موعد المناقشات لو تذكرتم كان من المفترض أن يحسم التصويت على الموازنة بيوم واحد لكن النقاشات استمر ثلاثة يوم بمعنى أن النقاشات كانت عسيرة وأن الوزراء أنفسهم كانت لهم وجهات نظر مختلفة تسوى شيئا فشيئا عبر الحوار وعبر وضع هذا هنا وهذا هناك ميزة من ميزات هذه الحكومة هي أنها تنطوي على عقول بوجهات نظر مختلفة للإصلاح تتحاور وتصل إلى نتيجة نهائية الذي قدم لنا من موازنة غير وعدل في اليوم الأول وروجع في اليوم الثاني وعدل مرة ثانية وثالثة وأحسب أن هذه العقول التي تفكر في الموازنة وفي غير الموازنة ستخضع إلى نقاشات أخرى مع مجلس النواب لأن أيضا هناك خبراء في مسائل الموازنة والاقتصاد ربما سيقترحون علينا أشياء جديدة نتقبلها نناقشها فلندع الأمر حتى تأتي الموازنة وتأتي ملاحظات مجلس النواب وبالتأكيد ستخضع للمناقشة نحن منفتحون على أي نقاش يحاول أن يصلح بلدنا من الناحية الاقتصادية وخاصة في الموازنة شكري جزيل لكم